اكد سعادة السيد ادوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ان ما شهدته البحرين من اجراءات حكومية متطورة تبرهن على نجاح المبادئ الاساسية للمشروع الاصلاحي لحضرة صحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي ترجمتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك في تصريح خاص لمركز الاخبار حيث اشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بما تقوم به مملكة البحرين من اجراءات وخطوات مهمة في تعزيز العمل الديمقراطي والحقوقي اضافة للتعاون البناء بين الحكومة والسلطة التشريعية وما اثمر عنه من نتائج ايجابية في تطوير العمل على كافة الاصعدة لقد كان اجتماعا هاما للغاية لانه كان من الضروري ليس فقط الحديث عن المبادئ ولكن ايضا الاجراءات الملموسة وكل ذلك بسبب الاصلاحات التي اجري تموها بالطبع لتعزيز الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان في بلدكم وكذلك لعرض ثقافتكم والدفاع عنها واوضح لنا صاحب السمو انه يعرف جيدا ما يجب القيام به والمتغيرات المتوقعة وكيفية التعامل معها لتحقيق النتائج التي يتمنىها لشعبكم اعتقد ان التعاون مع البرلمان سيكون ناجحا للغاية لانه يرى البرلمان كشريك اساسي فقد يوافق احيانا ويختلف احيانا وهذا يفتح نقاشات مثمرة لتحديد افضل طريق للعمل وهذا ما نؤمن به في الاتحاد البرلماني الدولي كيف تحديد افضل طريق للعمل